في تفاصيل أكتر عن تمرين الأهلي نروح مباشرة لزمينا العزيز كريم أحمد يدينا كل التفاصيل خاصة بالتدريب المسائي اللي موجود حاليا في ملعب مختار التتش بالجزيرة مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد تحياتي لك في البداية وتحياتي أيضا لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي يعني نقدر نقول يا محمد بدأت بالمرحلة القاسية جدا في فترة الأعداد التانية يعني خلاص التدريبات الصباحية والمسائية تحت قيادة مستر مارسل كولر الموديل الفني بدأت النهار ده هو اليوم الأول لفريق النادي الأهلي للفترتين الفترة يمكن الأولى انت عارف طبعا يمكن راجل حاطب برنامج مميز جدا مركز على أمور يعني فيها دقة وفيها إتقال للمهارات فيها أمور يمكن ما يكوناش بنشوفها يا محمد الحياة خلال الفترة اللي فاتت فعشان كده يمكن الكل متعطش للتدريبات يعني ما فيش مالة من حيطة التدريب لأن فيه تنوع في التدريبات وده أمر مهم جدا بنتابع بنشوف التدريبات الصباحية بيكون في جزء طبعا بدني بيكون في جزء تاكتيك في قلة عدد انت عارف طبعا العدد كبير من لعبين فيها المنتخبات لكن الراجل بيحاول ان هو يدعم بشكل كبير جدا من قطاع النشئين بعدد من اللعبين عشان يسد طبعا الفراغ الخاص بالمربعات وبالنسبة طبعا للتأسيم والمجموعتين كل الأمور دي لكن الحياة تدريب الصباحي كان مميز جدا بوزل فيه مجود كبير على الجانب الآخر محمد انت عارف تدريب الصباحي بيطلع بالحمل ثم بعد كده بيكون فيه نزول بالحمل فيه التدريب المسائل اللي النهاردة كان فيه تماما ساعة الثلاثة ونصف يعني النهاردة قدر أقولك مجموعتين جزء كبير جدا كان في الجيم يعني انت عارف طبعا الجهاز الفني وايضا كمان مخاططة الأحمال بيستغل هذه المرحلة وهذه الفترة في رفع المعدل البدني وفي نفس الوقت على مدار الأيام بتبدأ تنزل بشكل كبير جدا فيه فيمكن النهاردة من لحظات قدر أقولك ممكن انتها تدريب فريقا للنادي الأهلي كان فيه جزء كبير جدا من الجيم وجزء بسيط جدا للتدريبات الخاصة طبعا بيه اللياقة البدنية كلها تدريبات بسيطة العدد قليل زيب بن أكد محمد لكن إن شاء الله بإذن الله يعني ثقاتنا الكبيرة جدا في الجهاز الفني في تطور أداء اللاعبين وفي المجموعة المتواجدة ده أمر مهم جدا بنشوف الإتقاب بنشوف التدريبات بنشوف حاجات صغيرة جدا مع الاستمرارية وعلى المدار التويل من الأيام يعني تقدر تشوف إتقان في الهيدرز التصويب الحاجات الجديدة اللي احنا بنشوفها دي هبان في التأسيمات وهبان أيضا كمان بنسبة لمباراة الودية الأمور طيبة محمد بنسبة الفريق النادي الأهلي وعلى الجانب الآخر لو بنتكلم على الإصابات يعني زي ما انتعرف طبعا مين بيوصل التقيل الصلاة الحقيقة ممكن قد تدريب مميز جدا بنقوله الحمد لله على السلام رجع من جديد بجانب برامي ربيعة يعني يا رب يبعد عننا الإصابات العدد كان كبيرا محمد في الإصابات لكن تدريجيا الحمد لله مستنين بقى متولي يعود من جديد ويعود عمر من جديد ويستكمل صفوف النادي الألي في مرحلة هذه الإعدادة محمد تمام شكرا جزيلا زميل العزيز كريم أحمد من ملعب مختار التتش في الجزيرة وكل الأخبار والكواليس عن تدريب الأهلي المسائي